اشتركوا في القناة 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 الذي كان يسمى بني قريضة الناس قريضة هم قادروا بالتعامل مع محمد صلى الله عليه وسلم من محاولة محاولة ومحاولة محاولة على أي محاولة من الخارج أو من أي مكان ولكن حباً لم يكن تجربة قرارة ومحاولة محمد ومحاولة خطأ الناس ومع تحديد خطأ المسلمين ولكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى حدث المسلمين أن يساعدون من هذه المدينة وكما تعلمون أنهم قاموا بسرعة وقد كانوا بسرعة من الله سبحانه وتعالى لتساعدة أخرى من المدينة وكما تعلمون أن برعاق ريضا لم يستطيع إلى المدينة ومدينة المسلمين وإنصانة المدينة لأن مدينة ومسلم تذهب إلى المدينة طالبية المسلمين ومدينة ومسلمين وإنصانة المدينة وألا كانوا من الجديدة توجد برعاق ولكن مدينة تجدها ضمن المسلمين والمدينة. أولاً بعد الله's protection بسبب ما سيدة صفية لتعبد المطالب كانت بني قريضا كانت أحدهم إلى مكان المسلمين والمدينة كانوا في مكان المدينة كبيراً. سيدة صفية كانت تقتل هذا الشخص. لذلك عندما يأتي إلى المدينة بني قريضاً كانوا يعتقد أن المسلمين والمسلمين كانوا لديهم كبيراً من المسلمين أو المسلمين لإمكانهم لذلك لم يحاولوا لتحاولوا المسلمين والمسلمين والمسلمين. ثم الله سبحانه وتعالى أيضاً قراءت بشكل مدينة على المسلمين بني قريضاً لذلك لا يستطيع من المسلمين في مكان المسلمين وهم انتظروا إلى المكان قريضاً وهم إلى مكان المكان وهم إلى المكان بني مادة وهم إلى مكان المكان و الحمد لله الله سبحانه وتعالى و الحمد لله ساعة المدينة وهموا بشكل مدينة لتوقف واحد لكما قدوا كانوا يحاولون إلى المدينة ولكنهم لا يمكنهم إلى المدينة. لذلك المسلمين بالطبع كانوا كثيراً ومشاولون لأنه لذلك يستمرون إلى المدينة ومشاولون المؤمنين الذين يحاولون إلى المدينة ومشاولون المدينة من المدينة. المسلمين كانوا يحاولونهم بصماراتهم لتحاولونهم من تساعدهم من المدينة. ومع الحمد لله، إنهم كانوا محاولون. وكانوا قد يكونوا مدينة بشكل مدينة ومع ذلك. لذلك كانوا محاولون. لكن بعد أن يستطيع أن يستطيع الأحزاب والأحزاب ذهبها ثم جميع المسلمين وطبعاً من المسلمين يذهبون إلى المدينة العظيمة في المدينة إلى المدينة ولكن سبحان الله في الوقت في الوقت بالنسبة لي الله سبحانه وتعالى سيدنا جبريل عليه السلام إلى المدينة صلى الله عليه وسلم عندما كان واضعسل في المدينة أم سلم وعنه عن سيدنا جبريل عليه السلام قال المدينة صلى الله عليه وسلم أَوَقَدْ وَضَعْتَ السِّلَاح هَا تَذْلَلْقِهُمْتَهُمْيْا أَوَسْ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لم تضع أسلحةهم لأنهم لم يقوموا بأسفلهم ومساعدتهم فاغب بمن معك إلى بني قريضة لذلك اذهب مع كل المسلمين وذهب إلى بني قريضة فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم لأنني سأذهب قبلكم وأنا سأقوم بهم وأنا سأقوم بهم وأقذفوا في قلوبهم الرحب وأنا سأقوم بأسفلهم فيها ويقوم بأسفلهم ويقوم بأسفلهم ويقوم بأسفلهم ويقوم بأسفلهم إلى بني قريضة لذلك كان هذا أقوم بأسفل من الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل المسلمين من المسلمين لأحل البحث بني قريضة بني قريضة أحد أجل من أجل أن يتعلم أن يكون مطيعاً من كان سامعاً مطيعاً فلا يصدي يلا العصر إلا في بني قريضا If not, Whosoever is listening and obeying to the commands of Allah SWT and His Messenger Salah Sallah must not pray us, except in the locality of Bani Quraygan which meant that this word Dhuhm time, which meant that everybody should go very quickly وعندما كانوا في المدينة في مدينة ولكن في واحدة منها لذلك ليس لذلك لأن عندما يتحقون في مدينة يتحقون بإمكانهم يتحقون بإمكانهم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالهم أنهم يجبون أن يساعدون ويذهبون بإمكانهم بإمكانهم لأنهم يجبون أن يتحقون بإمكانهم أو يجبون أن يتحقون بإمكانهم هذا ما قالهم لا تتحقون بإمكانهم بإمكانهم ثم محمد صلى الله عليه وسلم قال إلى سيدنا علي بن أبي طار أيضاً إذا كان أحد أحدثه من أجل شخص ريالي هو مجدد إذا كان أكبر ما سلم كل يجبون بإمكانهم أيضاً أو أيضاً أو أيضاً أو أيضاً ومع فائدة أبداً يعيشون أنهم يستطيع الحقه أنهم يستطيع الحياة أيضاً لم يكن يتحقون أنهم يتحقون ساحت اجل الأراضيين ، لكن هي سنبعه وتساء النار من قامه وانه أيضًا سنبعه إلى صيد عليم كيب أبي طالب وانه سلام سيد عليم كيب أبي طالب لكاء مع المسلمين قبل ذلك المسلمين ، لقد كان تغير ذلك محلمًا وانه محلمًا ، يساعده إلى المسلمين إنه سيدنا جبريل أنه أبي طالب أنني سأذهب الآن مع المسلمين قبلكم ويجب أن تأتي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيد حريب أبي طالب مع جميع المسلمين ثم النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه أيضًا قمت بني قريطة في جميع المهاجرين و الأنصار بعض المهاجرين و بعض الأنصار في هذه المدلات المتحدة المسلمين لا تذهب في جميع المسلمين ولكن أذهب في مختلفة لأن سيد الحجب قال الله سيد حبيب أبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن يذهبه كما أراد لأن محاول جداً يجب أن يذهب كما يكون أن يذهب في مختلف إذاً في مختلف عضي ثم حمض اخر سجدًا وضعت مهاجمًا صلى آلهات مواطع الفصائل مع الشرقُول من سيدنا علي بي طالب لأن يجب أن يذهب بالأمر ثم حمضت عمق مع رفضه سجدًا مع رفضه عن مهاجين وامسار أكثر مع رفضه محمد صلى الله عليه وسلم في مناسنا هناك في قطاع بني الطريبة صلى الله عليه وسلم مفقاً لذلك يأتي بعضهم الاسيطانين عندما كانوا على طريقهم إلى بني الكوريدة. لذلك تلك المساعدين عندما كان الاسيطانين عندما كانوا يصلون إلى بني الكوريدة وقالوا بشكل دائماً. بعضهم قالوا لا نصليها إلا في بني الكوريدة كما أمرنا. بعضهم قالوا لا نسلم عصر بشكل دائماً في بني الكوريدة لأن هذا هو المساعد الذي كان لنا بمحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لم يتقلوا عصر كبيراً. لذلك لم يتقلوا عصر كبيراً. لذلك لم يتقلوا عصر كبيراً. بعضهم قالوا لَمْ يُرِدْ مِنَّ ذَلِكْ وَإِنَّمَا أَرَادَ مِنَّ سُرْعَةَ الْخُرُوجِ قالوا لَمَا أَرَادَ مَنَا أَرَادَ مِنَّ سُرْعَةَ الْخُرُوجِ وقالوا عصر كبيراً وقالوا عصر كبيراً. لأننا يجب أن نتقلوا عصر. لكنه فقط يعني أننا يجب أن نذهب كبيراً. لذا كان لنا نتقلوا عصر كبيراً. ولكن إذا عصر كبيراً يأتي، وعملنا الوقت مح まهما نتقل � bye Moreтории. غمها نتقلوا عصر كبيراً. لذلك، لقد قلوا عصر كبيراً. لذلك بعضهم قلوا عصر كبيراً، ومن길 أقول أن البيت сказал أن الطبيب التي لم نتقلوا عصر لذلك لا نحتمل عصر كبيراً. وهنا قلوا عصر كبيراً. وإشاء راين وإشاء راين وإن ثم وعندما أصدقاء محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن تفهم أيضا من المجتمعين هذا المثال يتبعون فيما يتبعون عندما يكون هناك أشخاص مختلفة ولكن هذه أشخاص مختلفة يمكن أن يكون مختلفة مفترضهاً مختلفاً من طبعات المختلفة و هذا مفترض في الإسلام لأننا يمكن أن يكون لديحدة تصفات تصفات مختلفة، ويستمرون مختلفاً إذاً إن كنت يسمى بشكل يتعلم بشكل جديد مضيح لتصفات مختلفة وليس تصفاته مختلفة لتصفات العلمية والتصفى المختلفة نحن لن نجح ان نحن هذا وإنهو نحن لكي نحن سوارة ثلاثة تقوم بزد شريطة أو غير موجودة ويوجد تكون المحاولة أيضاً ثم نحن نحن بحقاً وعندما يوجد بعض الأشياء التي لا يوجد بعض الأشياء التي لا يوجد بعض الأشياء تتكلم عن تلك الأشياء. إذا كانت الأشياء تتعلم عن هذه الأشياء، لا يوجد أساس على كل منهم. لأن هذا ليس لن يقوم بشكل كما كنا، ولكن من أجلاء الأشياء والمعارضة المشروعين والمعارضة المسلمين، مثل داريق ، إفتاق، إفتاق، ومعاتي، 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 فهي لا يوجد كل الأشياء، كيف يتم بنفسهم بفسك، ومعاتي أصر إلى هذا المسلمين، لأن الله تعلمت ذلك، ومعاتي LAUGHTER فهم لم يأني أكثر من المسلمين لتذهب إلى مسلمين ثم في حلوث السنوع من المسلمين أنهمArس حتى يقولون أنه ، قال أنه لا ، النبي صلى الله عليه وسلم كان لن تطلبنا أن يذهب على سراءة بشكل من المات. لكن عندما يأتي ، نحن علينا أن نحن في طالعه. فهذا ، فهذا يجب أن نحن في طالعه ، وكان عندما يأتي بأيها لم تتعلم أيها الأول من المواقبينين. Okay. Then the Muslim army moved to the localities of Banyukoreda in different groups until they all reached the same place of the Prophet Muhammad near to the well of Anna. And there were three thousand warriors. And they had thirty horses. And they started making a siege, you know, to the force of the Banyukoreda. They laid a siege to the force of Banyukoreda. And when the chief of Banyukoreda saw the, you know, weak situation, because three thousand warriors, Muslims, now they are laying a siege to their force. And so he gave his people three alternatives to choose one of them. And this situation shows how they were confused Banyukoreda. So one of them, the first one, he told them to embrace Islam. And if they embrace Islam, then, of course, you know, this means that they are truthful in their intention not to harm Muslims again, because they will be themselves Muslims. So this will, you know, solve the problem. And also he added, Ka'b ibn Hasad, the chief of Banyukoreda, he added, telling his people, وَاللَّهِ لَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ أَنَّهُ لَنَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَأَنَّهُ الَّذِي تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِكُمْ He took a course by Allah, he said, وَاللَّهِ It has already become very clear to you that he is a true messenger sent by Allah. And that he is the one that you read his description in your book in the Torah. So this meant that they knew that the Prophet ﷺ was truthful and that the description given to the Prophet ﷺ in the Torah was the same description of the Prophet Muhammad ﷺ. And he very clearly and openly told them, you know, we know that he is the truthful Prophet and now we are in a very hard situation and maybe killed. So why don't we accept Islam and be Muslims and follow the true messenger that we know that he is a true messenger? And that's it. And then we will not be in any fighting against Muslims. This was the first alternative that he offered them. The second one was totally opposite to the first one. He told them, Or you may kill your women and children by your own hands and then start fighting against Muslims until you either exterminate all Muslims and kill them all or that they kill you all. So this was the second alternative that he offered them. And the third one, he told them, I have a third, you know, assertion, that we take Muslims by surprise on Saturday so that we become able to kill them all because they would not expect that we are making any attack against them on Saturday. Because they know that we don't do this on any Saturday because this is what the Jews believe. So, subhanAllah, three different offers that he offered them and they all are opposite to each other. And they all show that even the first suggestion that he offered them to embrace Islam, you know, he was not truthful. You know, he only offered them to embrace Islam to pretend to be Muslims. And he told them. And he told them, by the way, by the way, you know that he is a truthful messenger. So we just tell them that we accept him and we save our lives and we save our women and children. And so he gave them all these three offers. But they didn't accept anyone of them because they were in a big confusion and they were terrified. They didn't know how to take a decision. And this is always the outcome of the one who betrays, you know, and the one who doesn't keep his promises to others. Then, you know, breaking the promise leads to confusion. So, he told them angrily. He told them angrily after they were not able to take any decision and were not able to accept any one of these offers. He told them. مَا دَاكَ رَجُلٌ مِنْكُمْ مُنْذُ وَلَدَتْهُ أُمْهُ لَيْنَةً وَاحِدَةً حَازِمًا He told them, no one of you has been ever decisive in decision making since his mother gave birth to him even for only one night. So, he told them all this that no one of you has ever been able to be decisive in taking a decision since his mother gave birth to him. Even for one single night, you never have been able to be decisive in taking decisions. And they all kept silent. So, they were in a very displaced situation. They were humiliated because they broke their promises with the Prophet ﷺ and Muslims. And then, the Quraysh and Haqafan and the other Arab tribes, they went back to their places and they left Bani Qurayzha alone in Al-Madina. And they didn't benefit them of anything. Quraysh and Haqafan and even Bani Al-Nadir, the other Jewish tribe that dwelt outside Al-Madina at that time, they didn't avail Bani Qurayzha or anything. They didn't defend them. And they were, you know, residing inside Al-Madina. But anyway, this was a big mistake. They made mistake that they broke their promise with the Prophet Muhammad ﷺ. So, after the siege continued for 25 nights, Bani Qurayzha didn't find any alternative other than accepting the judgment of the Prophet Muhammad ﷺ on them. They accepted that the Prophet Muhammad ﷺ should give a verdict about them, a verdict on them. But they wanted to do some contacts, like to speak to someone from the Muslims, especially among those who used to be their allies in the past. and who maintained good relations with them in order to inquire from him. What do you think? If we accept the Prophet's verdict about us and judgment on us, what do you think he's going to judge? What do you think he's going to make with us? And Al-Aus, the tribe of Al-Aus, as you know, the Ansar, they were mainly either from the tribe of Al-Khazraj or the tribe of Al-Aus. So the tribe of Al-Aus, they were allies to Yahud Bani Qurayzha, the Jewish tribe of Bani Qurayzha in the past, before Islam. And they maintained the good relations with them. So, Yahud Bani Qurayzha, they sent to the Messenger ﷺ saying, أَرْسِلْ إِلَيْنَا أَرْسِلْ إِلَيْنَا أَبَا لُبَابَةَ نَسْتَجِيرُ أن each Lord said to us, أَبَا لُبَابَ أَبْا لُبَابَةَ is one of the companions from our Sahabi. But he used to have good relations with Bani Qurayzha in the past, and he maintained good relations with them. And there is no harm in this, because Prophet ﷺ, وعندما يدخل في مدينة المسلمين ومدينة المسلمين ومدينة مدينة وعندما كان هناك مدينة محاولة. ولكن أيضا أبو مبارا كان لديه ومحاولاته ومحاولاته في مدينة بني القريض. لذلك هوجد عصبت بني القريض وتريد جئاته بينما يتطلب. ماهو سامنا كان سامنا و سوائل، فعندنا لقافه معه لنا، و أي شكرا لك فالشبال لذلك الرواضي محمد قلت هذا و ربي صلى الله عليه وسلم قال سلام نفعلنا الحمل لأن الرواضي لم يكن ستتعرض لك لذلك قال سلامنا يعني لنا نعرف لأن المسلمين كانوا يقومون بمساعدة هذه المساعدة على 25 أبناء ورحمة الله أسلام أحبت هذه المساعدة لتأكيد من المسلمين ومن المساعدة الله سبحانه الله لذلك عندما أبو نبابا أماموا ممتعين من المساعدة المساسة أبناء من المساعدة ونسلوا بأنهم أفضل وعندما ألاحظون الأمام من المساعدة ويأتي أبو نبابا ونبابا أكبر لذلك أبو نبابا أصدقائي لهم ثم مرحبت له قد أصدقائي يسألوا الله أبو نبابا وعندما أصدقائه أبو نبابا أصدقائي لذلك يسألهم يا أبا لبابا أترا أن ننزل على حكم محمد أو أبا لبابا أبا لبابا لبابا لنهح بخصوص لن يعتبر أنه محمد محمد الترفيط بالحقيق ستسلّت الفيضة في نزل أحكم مننا أبا لبابا 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 لنهحب لن أبا لبابا لنهحب الله وهديه السديد صلى الله عليه وسلم ولكن كما هو مجموعة لأنه كان مجموعة وأنهم كانوا مجموعة لهم وأنهم كانوا مجموعة وأنهم كانوا يشعرهم لهم وما بعد وقد كانوا نعرفهم كما تعلمونه فيما في حقوقه كانوا يتجبون كما معهم من التصوير لذلك كانوا مجموعة ومشاركات معهم لذا، عندما يسألهم هذا المسؤول، هل تعتقد أنه يجب أن يكون لنا نعطي المحمد الثاني عننا؟ فهل قلت نعم، وقلت له أعطيه، قال نعم، لكي أعطيه، لكي أعطيه، لكي أعطيه، لكي أعطيه، لقد قمت بك، لم تأخذ شيئاً. وإنهما قد يقول ، يقول، باستخدام شيئاً، وقمت باستخدامه كذلك، وما إذا كانت له تلك الحين ، وقد أخذتهم الأمر للمعرفة. نعم ، لكن إذا فعلت ذلك ، سيكون ستقان. ثم ، لقد فعل ذلك، أعلم أنه حدث الله والسرسانجة ، لقد فقمت بكثيره. ومن ثم نرى الهدف المحامل لم يحصل للمحامل لأنه لم يحصل للمحامل ولكن للمحامل تقلق من قريره ومع تحالى محامل ومن ثمه لم يحصل للمحامل لأنه لمحامل حدث لنذهب إلى المسجد محمد صلى الله عليه وسلم وله يقول إن الله سبحانه وتعالى وله يقول أنه قد حصلته على البيض من أبل وبابا لكي يأتي له لذلك عندما محمد صلى الله عليه وسلم أجل أن أبل وبابا لم ي 출كفي لها لذلك الكريم يتعني عن مصباح أبو لبابا أو أبو لبابا لذلك الكريم يتعني عن ما أبو لبابا لبابا أبو لبابا قال أَبَا إِنَّهُ لَوْ جَاءَ أَلِي لَسْتَغْفَرْتُ لَهُ إذا كان عادت أجبه سيألت الله هم سيألت أفكاره سيألت أفكاره لأنه أقوم لم يتعني لأن الله سبحانه وتعالى لكل المؤمنين وعوف الرحيم لديه رحمة وعباً للمؤمنين أيضاً أيضاً. لذلك قلت أنه لم يأتي لي وخبرني عن ما فعلته لقد قلت الله أن يتساعد له وكانه أكثر منه أكثر من أن تقومه في المسجد لتتاهم في المسجد مثل هذا أما إنه قد فعل ما فعله فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه ومنذ أنه لقد قلت هذا لن أستطيع أن أتساعده حتى الله سبحانه وتعالى أعلم شيء يظهر أنه لقد قلت الله ولماذا قاله؟ لأن أبو الله سبحانه وتعالى أبو الله سبحانه وتعالى أخبره أنه لا أكون أتبقى إلا أن الله أعلم أنه استطيع أن يتبقى أنه يتبقى مني ومنذ أنه يأتي إلى أن يأتي لأنتهي لذي الأنم لذي أخبره أنه أخبره لذي أتبقى سوف نتوقف لذي أتبقى لأن الله سبحانه وتعالى أخبره لأنتهي لأنتهي إلى أطلقه من الله سبحانه وتعالى الرجال والدولة في البلد، ولكنه ذلك مقامت بشكل جيد. وهذا كان هذا يحرق. وهذا أكبر أنه لم أساني الناس لم يكن للمشاهدة أنه لم يكن للمشاهدة أنه لم يكن من المسجد من المسجد أن يتحدث عنهم عن المسجد من المسجد من المسجد لذلك كانت المسجد من المسجد من المسجد ولكن أيضاً ما فعله عندما يذهب إلى المسجد وانتهى نفسه هذا تظهره أيضاً كذلك لماذا؟ لأن لا أحد أعلم عن ما يخبره أنه لم يكن أقل أنه لم يكن أترى فقط أجل أنه لم يكن أقل إلى النهائق لذلك لا أحد أعلم عنه لذا لم يكن لقل للمسجد لأنه لم يكن أجل ولم يكن لم تحديث مما أحده في المسجد أو حتى من المسجد ولكنه كان يقب في حياتهم وقعه في هذا الناس في الناس ربيت محمد صلى الله عليه وسلم وقال ليه لم يكن يقول لأيه على ربيتهم وقعه في حياتهم وقعه في أخرى أصدقائي والذي أصدقائي ستكون مرحباً وقعه كله ستعرف عني لا لم يكن يقب في حياتهم ولكنه كان يقول لأيه ما الذي يفعله هو أكثر محاولاً، وقاله في هذا الطريق في هذا الطريق من المسيطة المسيطة. وقال أيضاً، لم يكن أعلم أنه عندما سترى المشاركة للعبنة سترى، أو سترى، سترى المشاركة للعبنة 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 فأقولل، سترى المسيطة للمسيطة لتعرفة المشاركة. نوعاً للمسيطة في الشهاد، سترى المدى وسترى المدكة للعبنة وفضل المنصرين للمسيطة. أنا لا أعلم للمقدة واحدة في حقوق المسيطة وكان ينتظر، ومعظم أرعى مرة شهر في حقوق المسيطة ويشهره أصبب الطريق. لأنه لا يفعل هذا أرض فقط. أصبب بمسيطة عند المسيطة and he pretends that he is the most sincere person. And he didn't admit his mistake and he didn't tell anybody about his wicked intention. But subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala cast into the hearts of Bani Quraitha the terror and fearful Muslims. So though Abu Lubaaba told them that the Prophet's verdict about them سيكونون بيساعدين. لكنهم لم يكن لا يستطيع الوقت من هذا المساعد. لذلك، ومع ذلك أنهم لديهم قطعون وماء 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 وماء. المسلمين كانوا في الانتقال مختلفة كانوا يشعرون في المدينة من المدينة من المدينة وكانوا يشعرون أيضاً من المدينة وكانوا أيضاً يشعرون وشعرون لأن هذه المدينة لمدة 25 دقيقة وقبل هذه الشركة، كنت العcanب في الأحذاء ليس بطيق كل من تلك المدينة من المدينة وكانوا جيداً جيداً في حسن أو حسن، ولكنهم لم يستطيع أكثر من هذا وهم مرحباً وهم مرحباً وهم مرحباً وهم مرحباً وهم مرحباً وهم مرحباً أكثر من المسلمين، سيدنا عليك المطارق و سيدنا الزبيك بن العوام مرحباً. they proceeded until they became very close to the footh. And then سيدنا علي بن عبدالي طالب said Louderly يا كتيبة الإيمان والله لأذوقن ما ذاق حمزة أول أفتحن حصولته قلت باستخدام المسلمين أو المسلمين من الإمام سوف أتحرك للمساعدة في حسن المسلمين حتى أصبح 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 شهيد مثل حمزة بن عبد المطالب رضي الله عنه أو حتى أستطيع أن أذهب إلى محاولهم لذلك عندما أردت هذا من سيدنا علي بن عبد المطالب وقد أردت أن كل المسلمين كانوا لديهم جميلة جميلة أن يتبقى أن يتبقى وأنهم لا يتبقى إلى المدينة وقام بإجراء بها بعد أن تتبقى إلى المدينة وقاله أنهم سمعت بإجراء المدينة وقاموا بها فهذا يتبقى إلى المدينة وهم يتبقى إلى المدينة المدينة علىهم. وهذا مرحبا. لكنهم كذلك فهموا أنهم محسينين. ومن المعرفة الله سببه للحفة والمسلمين. ومن المعرفة للحفة والمسلمين. والمعرفة للحفة التي لديهم. ومن المعرفة. So the Prophet محمد صلى الله عليه وسلم commanded that the hands of their men had to be bound, like tied and this was done under the supervision of Sayyidina Muhammad ibn Maslama al-Ansari So the Prophet محمد صلى الله عليه وسلم was very well arranged and he used to plan for everything so even, you know, to tie the warrior this was under the supervision of one of the companions and he was Sayyidina Muhammad ibn Maslama al-Ansari and women and children were isolated in a confinement and then the tribe of Al-Aws again, the tribe of Al-Aws one part of Al-Ansar, one big part of Al-Ansar who had and maintained good relations with Yahud Bani Quraiva they started doing the Prophet محمد صلى الله عليه وسلم to be lenient with Bani Quraiva because this was the first I mean, it was a very big mistake that Bani Quraiva did, of course that they broke the promise with the Prophet صلى الله عليه وسلم and that they planned you know, to exterminate Muslims and to kill the Prophet of course, this was a very big mistake from their side but this was the first time that Al-Aws you know, would see Bani Quraiva subjected to you know you know, to be to be killed or something like this because for in the past they were always their allies so the Prophet محمد صلى الله عليه وسلم told them told Al-Aws أَلَا تَرْضَوْنَا أَنْ يَحْكُمَ فِيهِمْ رَجُلٌ مِنْكُمْ are you satisfied? are you pleased? that I am not myself will be doing or giving a verdict about them but are you satisfied that one of you one of the Aws will be the judge, you know will give a verdict about Bani Quraiva? so they said, yes we are satisfied all messages of Allah because تعلمون أنهم يتبعون المحافظة للحراء لإستراء المقاعدة للحراء الآن المحافظة تريدهم أنهم أخبروا شخصه عنهم لنعطبهم لأعطبهم لأعطبهم لا أكبرني أن أعطبهم للحراء لذلك من يعطبهم على حراء وهذا كانت تحرير محمد صلى الله عليه وسلم أيضا. لذلك كان يقول فذاك إلى سعد بن مؤاد. لذلك أعطي هذا إلى سعد بن مؤاد. سيدنا سعد بن مؤاد كان من أجل الأوس. لذلك يرسل راتينة ، حسنا. أو ما يقصد هذا. لذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يرسل إلى سيدنا سعد بن مؤاد لأن سيدنا سعد بن مؤاد لم يدعي من المسلمين. لم يدعي من المؤاد. لم يكن لذلك لأنه حقًا في الأحزاب باتل. لذلك كان يدعي من المسلمين في المدينة. سيدنا سعد بن مؤاد. وعندما سيدنا سعد بن مؤاد في المؤاد. أحسن من الأوس. سيدنا سعد بن مؤاد. يا سعد أجمل في مواليك. يا سعد. أحسن لكم أخواتكم ومؤاد المؤاد. فأحسن فيهم. فإن رسول الله صلى الله وسلم قد حكمك لتحسن فيهم. فإن رسول الله صلى الله وسلم قد حكمك لتحسن فيهم. فإن رسول الله صلى الله وسلم قد حسن. فإن رسول الله صلى الله وسلم قد حكمك. هؤلاء كانت الأنصار. لكنهم لم يفعلوا شيئاً. أعني أنهم لم يفعلوا محطة محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا فقط يجبونه لكي أرى تلك الأنصار. ومن الممكن أن يفعلوا أن هذا كان أولاً لكي يفعل بني قرادة كذا. وكذلك كما نحن عندما أعرف شخصاً سنواتي منذ ذلك يجب أن يكون ذلك كذلك. ثم يجبون أن يفعلوا أن يفعلوا أن يفعلوا على سيدنا سعب في المعايذة ، يجب أن يكون لهم وليس لن يفعلوا أن يفعلوا أن يفعلوا أن يفعلوا ولكن عندما يتبقى عندما يتبقوا على سعاد مرة ومرة اخرى سعاد يقول لَقَضْ أَنَ لِسَعْدٍ أَنْ لَا تَأْخُذَهُ فِي اللَّهِ لَوْمَ تُلَاهِمٌ استيبت أن يجب أن يأخذ من المشكلة للمشكل من المسلمين لأسفة الله سبحانه وتعالى فهن كان مقصدًا وقد فهمت أن تلك الناس تحاولون أن تسرمون المسلمين وأن تقلل المسلمين وأنهم يسرمون كل المسلمين وهم امتلوا المؤمنين المؤمنين من مكة والبن النظير و أيضا سعد بن مواد عندما أصدقوا الناس بأن البن قريضة قمت بها مع المسلمين والمسلمين ومسلمين ومسلمين إذا اذكرنا نقلنا هذا المنزل في المنزل ومسلمين قمت بها معينة لبن قريضة أحدهم كان سيدنا سعد بن مواد لتأكد أن هذه النوات كانت حقاً وعندما سعد بن مواد قمت بها بدأت عميزة والبن النظر وبدأت قلقه من محمد حقاً حقاً سيدنا سعد مهضة على فضل عملها وقالوا بأسهم وقالوا بأسهم بأسهم وقته وضع الان بروسلس وقد فعلوا بجعلها وقد فعلوا بها تترين الوصول وقد فضلوا الان وقد فعلوا الى الوصول وقد فعلوا الواقع كثيراً كثيراً لتأكيد أن القريج والمطفال لا تترك مدينة قبل أن يقتلوا كل المسلمين وقتلوا محمد صلى الله عليه وسلم لذلك سيد سعد بن موعد تعلم كيف كانوا بني قريض ربما الناس من الأوس لم يذهب إلى بني قريضة ولم ي fragmentوا المناسب ... experienced it when they broke their promise with the Muslims But Sayyid old were sent by the Prophet with three more companions And he saw by his eyes how did they insult the Prophet And how did they mock at him And how did they not accept his advice And so on. And he war Krishna but they didn't listen to him لذلك عندما قلت أنه يوم الآن للسعاد لن يأخذ من السبب من السبب الله عندما قلت أنه قلت بعض الأشخاص من المدينة إلى المدينة وعندما قالوا الناس أن الأشخاص من بني قريضة سيتم فضل. لأنهم نعرف عن داخلهم أنه الشيء الذي يجب علي من المدينة أيضاً أنه يجب أن يكونوا قلت لأنهم نعرف هذا الأمر. لكن سيدنا سعاد فهدتهم في هذا الكلام بيساسي مناهً فهمهمهم يفهمون وهمهمهم 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 وهمهم يقولون أنهم يكونوا من فرادة وهمهم يجب أن يكونوا من هذا الكلام tz v Academy and they didn't object to this as well. And this is difference between again, the hypocrites or the people of the weak Imān and the people of Somali And people of the Saudi Man, they tried because Prophet Muhammad gave this to them He made one of them to give a verdict about a Indian Messenger and He didn't prohibit them from للمبدأ بن سيدنا سعب عندما انزل مهار خاص بأحضور سيدنا سعب فيه بلهم لا يجعلني فتنة ولا يجعلنيت بالأعدام ومن بالطبع لا يجعلني سيدنا سعب بن موسيقى أيضاً للمبدأ بالشيعة لنضاء سيدنا سعب بن مواز عندما يدخل المكان الذي كان يدخل الناس من المسلمين والخزراج والمهاجرين قال الناس قُموا إلا سييدكم سييد هنا يعني أنك سييد، سييد هنا وعندما قال الناس أنك أردت هنا لا ينتبه لكم فقط لكنها تدخل في مثال مثل الآن نحن بسييد، إذا كان هناك شخصاً أخرى من السييد لن يأتيMu على أرده، سننأتيMu على أرده ونحن نأتيMu على أرده، أ特に إذا كان أحدنا أخبرناه من أحدنا، شخصاً أخبرناه لذلك الله سييدهم قالوا قُموا إلا سييدكم رأيته ربماً ومن ثم لأنه كان مدينة مقصدًا وكان في مدينة ومن ثم لم يكن لديه لذلك قد بدأت سيدنا سعد ثم قالوا سيدنا سعد يا سعد إنها أولئي قد نزلوا على حكمك يا سعد هؤلاء الناس من مدينة ومن ثم مستعدين لإستخدام أي مدينة التي تضعين عنهم لذلك سيدنا سعد ابن معاذ رضي الله عنه لأنه لم يكن تعلم عنها لذلك قالوا وحكمي نافد فيهم وحكمي نافد فيهم وحكمي نافد فيهم وحكمي نافد فيهم وحكمي نافد في المسلمين وعلى المسلمين وحكمي نافد في سيدنا سعد مقرافق ثم سيدنا سعد معايز مدينة وحكمي نافد فيهم تعالى لأنه لم يريد أن يكون التعالى لذلك المتحدث على المعدة الحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك المعدة الحمد صلى الله عليه وسلم قال نعم وعلى يجب أن يكون التعالى مثل ما يتحدث عني. لذلك سيدة سعد ابن معاد سبحانه وتعالى لأنه كان هذا هو أولاً لكي يتعلم عن لماذا يتعلم عنه وفي ذلك فعله نفسنا أيضاً بأنه قبل أن نفعل شيئاً يجب أن نعرف ماذا يجب منه وماذا يجب أن أقول أنه يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب وأنه يجب أن يجب أن يأخذ فعله نفس أهم تفعلهó وأنه يجب أن يجب أن يجب été interior ويجب أن يجب أن يجب أن يجب ان يجب أن يجب على راقة ونсп30 جئاً هناك يجب أن يجب أن يجب أن يعط nghĩ لذلك مicating بأنه فعله المراحل للمعاهد بها. لأنه لم يتوقع سيدنا سعد المعاذ يشعر بأبواحة و لم يتوقع عباد الأخرى أشعر بأبواحة. ولكنه يتوقعات، أنه نفسه مرحل الى يتوقع فيه. ثم سيدنا سعد المعاذFA قال فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبز ذرية وتقسم الأموال. لذلك أعتقد أنهم يجب أن يكونون بأخذين وأنهم يجب أن يكونون بأخذين وأنهم يجب أن يكونون بأخذين. وعندما قاله فإنه يقول لَقَطْحَ كَبْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ وإن تقسموا على أخذين أنه يجب أن يكونون بأخذين أنه يكون وشخص لهم بأخذين من الأموال. وعندما هذا إجبال وحيد 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 كانوا وحيدون ، لأنهم كانوا يجب أن تقلقوا كل المسلمين وإمتعوا كل المسلمين وإمتعوا كل المسلمين وإمتعوا الملطقة. وهم مرغباً اسرور وهم لم يكن على النهار وهمهم اتراجون وحملهم المدينة So they prepared 1,500 swords to fight against Muslims in al-M centre and to kill them all and they prepared 2,000 spears also for the same purpose and 300 coats of armor and 500 horses and 500 sheeps لذلك كانتهم أحياناً وكانوا مستعدين لتحقق كل المسلمين ولكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى أحاولهم ومسلمين حتى مستعدوا كل هذه المسلمين كمتلك أو المسلمين وإذا كنت نذكر حيالي ابن أخطب حيالي ابن أخطب هي قولة بني النظير الذي انا استعداد كعب بن أسد وقد اصبحته لتحفظه مع المسلمين والتحفظه منه لتحفظه مع المسلمين مع الأحزاب وحيب الأخطاب تحفظه كعب بن أسد بأنه سيكون فيه مع المسلمين بإمكانك أن فتفان والقرايش أردوا إلى مكانهم وقفوا بني قريبا لذلك 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 قرر أخطاب أيضاً من المسلمين كان يحفظه أيضاً من سيد 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 بن موعد وعندما كان يحفظه إلى المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم كانت عميزة إلى مكتبه وقفوا بأنه كان مدير وقفوا بأنه لم يتبقى المسلمين ولكنه كان شخصاً مديراً لذلك 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 صلى الله عليه وسلم أما والله ما لنت نفسي في معاداتك ولكن من يغادم الله يغلب أهلاً من الله أهلاً من الله لا أعصى بأمر الله أولاً 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 ما هي تولى الله؟ كيف تولى الله؟ إذا أولاً تولى الله تولى الله و تولى الله لأولاً بأن سبحان الله تولى الله و تولى الله كيف تولى الله لذلك سبعه فقد قالت قلت و لم يرى أنه سبع جديد أن يقضي الناس حتى ألوى قبل روحه ثم قال كتاب وقبر ومالحمة كتب الله على بني الإسرائيل هذا التعامل من الله سبحانه وتعالى من الأطفال الإسرائيل لذلك كان يحاول أن يكون شخصاً ولكن بالطبع هذا ليس كذلك لأنه إذا كان شخصاً يجب أن يتبعوا الحقيقة ولكن أن يقول كل شيء فقط أن يحاول أنك شخصاً وأنك شخصاً وأنك شخصاً كل شيء في هذا العالم ومن ثم هذا ليس كذلك وكذلك كان شخصاً ثم كان شخصاً وأعتقد أنه يجب أن نتوقع هنا حسنًا إن شاء الله نتوقع هنا إن شاء الله ونحن نتوقع هنا لأنني أعلم أنك يجب أن تذهب إلى العمل إن شاء الله لأننا نقوم بذعاء إن شاء الله سبارك الوف اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا مفرتا ولا ضالا إلا عديتا ولا سائلا إلا عطيتا ولا مبتلا إلا عافيتا ولا دريضا إلا شفيتا ولا ميتا إلا رحمتا ولا أمن ولا كربا إلا نفستا وفرجتا ولا حاجة من حوائش الدنيا والآخرة إلا قضيتها وإصرتها يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا واحفظ المسلمين أجمعين من بين يدينا ومن خلفنا وعن عيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعود بعضمك أن نغتال من تحتنا اللهم رحمك بإحوالنا من المسلمين في الهند وفي بنجلديش وفي باكستان وفي كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا واحفظ أبناءنا وبناتنا وأزواجنا في هذه البلاد اللهم احفظنا يا رب العالمين بحفظك فأنت خير حافظ وأنت أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا أغفر لنا دنوبنا وإصرافنا في أمرنا لذب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا أغفر لنا من أزواجنا وذوياتنا قرة عين واجعلنا للمدقين إماما وصلوا غيرهم على سيدنا محمد وعلى آله صرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقre